سبعة ملايين ويزيد هم عدد الناخبين المسجلين في تونس لم يشاركوا كلهم في اليوم الحاسم لانتخابات الرئاسة نحو ثلثهم فقط هم الذين صوتوا والبقية آثر المقاطعة أو الصمت نسبة متدنية في بلد مثل تونس يعد من أنجح بلدان الربيع العربي في تجربة الديمقراطية الحديثة أغلقت صناديق الانتخابات بانتظار إعلان النتيجة الحاسمة في السابع عشر من الشهر الجاري ليعلن عن اسم المرشح الذي سيرأس البلاد لمدة خمس سنوات قادمة بصلاحيات شبه موسعة حيث يمنح الدستور التونسي للرئيس صلاحيات تتعلق بالأمن الوطني والدفاع والسياسة الخارجية ويشرف على الانتخابات آلاف المراقبين بمن فيهم مكلفون من قبل هيئة الانتخابات بالإضافة إلى منظمات غير حكومية ونقابية تونسية وأجنبية منها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الأوروبي فيما تولى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز مقارنة بغيرها من الانتخابات شكلت صدمة للمراقبين بسبب الإقبال الضعيف من الناخبين رغم توفر الأجواء الانتخابية الديمقراطية وإدراك التونسيين لأهمية متابعة شأن السياسي والبقاء على تماس معه حفاظا على مكتسبات الربيع التونسي مراقبون أرجعوا سبب أزوف الناخبين إلى ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إضافة إلى أن تقديم موعد الانتخابات لم يترك لهيئة الانتخابات وقتا كافيا للقيام بحملات دعائية داخل المدن لتوعية الناخبين ودعوتهم للذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع الجانب الاقتصادي كان له أثر بالغ في عزوف الناخبين عن التصويت رغم ما شهدته الحملات الانتخابية من تصعيد بين المرشحين عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل والمناظرات وهذا إن دل على شيء فهو يدل على وجود حالة من الغضب لدى الناخبين بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة